واحد من أكبر التكتلات الدولية الدائمة للقضية الفلسطينية وحقوق شعبها القانونية هو رابطة برلمانيون لأجل القدس يعكس المؤتمر البرلماني الدولي الخامس الذي انعقد في اسطنبول برعاية البرلمان التركي وحضور 700 برلماني من 80 دولة في مختلف القارات قدرة الرابطة على الجذب والانتشار انطلاقا من نبل الفكرة وعالمية الرؤية وعدلة الموقف والقضية ولم تستوي بعد الرابطة على عقدها الأول من العمر لكنها قطعت خلال تسع سنوات مسافة قياسية لافتة بين الفكرة والعالمية لتكون من أكثر الاتحادات الفائلة على مسار الدفاع النضالي عن الحق الفلسطيني والقدس والأقصى الشريف وتضع الرابطة الجبهة القانونية والتشريعية في البرلمانات الإقليمية والدولية في عين الاعتبار والأولوية لما لها من دور في إفشال مشاريع قرارات التطبيع مع الكيان الصهيوني وفي قونة عملية المقاطعة داخل الهيئات التشريعية القطرية إلى جانب اختراق معاقل الأبوية الصهيونية برلمانيا وهو ما سيعني تشكيل مجموعات ضغط تعمل على إفشال دعم الكيان الصهيوني بالأسلحة والمال وقد امتد حضور الرابطة بكثافة في أمريكا اللاتينية وغدا امتدادها إلى عمق الاتحاد الأوروبي واعدا وعلى وشك بعد أن تصاعد الحراك الغربي التضامني مع غزة ويقيم البرلمانيون لأجل القدس دورات وندوات ومؤتمرات سنوية ومبادرات تواكب مستجدات الأحداث في فلسطين مع برامج دعم إغاثي لقطع غزة التي دمرتها حرب الإبادة الصهيونية كليا وتسعى الرابطة إلى تشكيل تحالف عالمي إحيائي لمن دثر من قيم العدلة والقيم الإنسانية الرشيدة تجاه القضية الفلسطينية وذلك بدعم الحراك الحقوقي والإعلامي والقانوني المتضامن مع فلسطين أينما كان في أسقاع العالم